موسيقى أصدقائي المشاهدين والمستمعين منحييكم عبر صوت لبنان مع حلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر رح نسلط فيها الضوء اليوم على ضراب أو اعتصام أو آخر مهلي لموظفي القطاع الخلوي شو الارتدادات على الاتصالات على المواطنين وليش نرفزين هالقادة على كل حال كل هالتفاصيل رح يكون مع ضيفنا اليوم عضو بنقابة موظفي ومستخدمي قطاع الخلوي وأمين الصندوق جهاد الشعيب رح نحكي كمان عنا نهار الأحد عيد العمال رح نستقبل اليوم رئيس الاتحاد العمال العام لا يحكي عن واقع العمال المذري اليوم وشو عم بيعملوا هالنقابات والاتحادات عنوانين بحلقتنا اليوم فتابعونا قبل ما نفتح الملفين آخر فصول انهيار مقومات الدولة اللبنانية عدم قدرة اللبنانيين على الحصول على جواز سفر نعم رح يكونوا اللبنانية أسرى السجن الكبير خلف قطبان المنظومة الحاكمة اللبنانيين ممنوعين من السفر بمجرد ما تنتهي صلاحية جوازات السفر عندهم مش هيدا مؤشر خطير ودليل إضافي على تفكك مؤسسات الدولة المفارقة المحزنة إنه ملف طبع الجوازات جاهز من حوال السنة لكن الخلاف بين المصرف المركزي ووزارة المالية على احتساب سعر صرف الدولار على السعر الرسمي أم على حساب منصة صيرفة أبقى هالملف بالأدراج والمسؤولين غافيين وغفلين كأنه هالأمر ما بيعنيهم وصاروا بفضلهم اللبنانية مع كل مصايبهم محجوزين دخلكم عم نحلم ولا واقع هاك مع هالسلطة كل شي بيصير مش هيك كجهاد الشعيب أول شي صباح الخير صباح النور صباح الخير للمشاهدين بس تعليقا على المقدمة نحنا ليس إضرابا نحنا مش عم نأضرب نحنا عم نعتصم أو عم نوصل شو الفرق دخلك بين الأضراب والاعتصام شو يعني؟ الأضراب هو التوقف عن العمل إيه أنتوا بعدكن ما توقفتوا عن العمل ما توقفنا عن العمل أبدا الاعتصام شو يعني؟ الاعتصام هو التوصيل رسالي للوزارة وللإدارات أنه نحنا في عنا حقوق لازم نحصل عليها نعم بس هالحقوق شو هي؟ الحقوق هي كتير من كزا سنة لورا يعني عنا من الالفين وتسعة عشر والالفين وعشرين ونحنا هلا بالالفين واثنين وعشرين ونحنا مش من هلا فقنا نحنا قلنا زمين عم نطالب بهذا الموضوع إن كان بوجود الوزير الحالي جوكرم أو الوزير اللي قبله اللي هو طلال حوات نحنا كنا على نقاش كتير كبير بهذا الموضوع لتحصيل الحقوق ولكن لحد هلا ما قدرنا وصلنا لحل إيه لأن حقوقهم تعجيزية لا لا أبدا أبدا مش تعجيزية خلينا بلش نحنا وياك من أول نقطة معلش أنا اللي بدير الحوار بستقل لك شو هي أول نقطة مش ريك مش التأمين أول نقطة بلا شو قصة التأمين ليش عم بتطالبوا بالدرجة الأولى بوقت يعني كل الناس تراجعت للدرجة الثانية والثالثة في وضع بالبلد كتير مذري أنتوا عم بتطالبوا بالدرجة الأولى ليش؟ نحن أول شيء باعتراف جميع السياسيين نحن قطاع منتج من الدرجة الأولى بس كنتوا تنجوا كتير ولم نجر بحنا لحد اليوم بس مش بالكمية يعني بالكمية الأموال اللي كانت تنتج في السابق أنت راجعت يعني عنا معلومات أنه تراجعت ستين وخمسة وسبعين وصلت إلى خمسة وسبعين ولكن بعدنا قطاع منتج سيبر منتج يعني نحن بيوصفونا بنفط لبنان ومبارح كنا بالحديث مع وزير العمل حتى هلأ يعني فينا نصفكم بنفط لبنان مع هالتحويلات أكيد مبارح كنا مع وزير العمل مصطفى بيرن وأكد على هذا الموضوع وعم بيقول أنه نحن قطاع منتج وقطاع مصمر جدا طب أنتوا ما بتساهموا يعني اليوم في عنا تراجعات يعني نزلت المصاريف لـ 255 مليون المدخول عم بيكون 75 مليون يعني كانت وزارة تحول 800 مليون دولار على الخزينة اليوم تراجعت بشكل كتير كبير يعني فيه فرق بين الماضي واليوم يعني مش طلب تعجيزي تكونوا درجة أولى بيظل هالوضع اللي نحن عيشينه بيظل خزينة مفلسة اليوم وعم بتصارع للأسف أنا اللي بدي ألكي أنه الحفاظ على القطاع حسب قول الوزير أنه لازم نحافظ على هذا القطاع بس إذا ما حافظنا على الموظف اللي هو أساس القطاع واللي بده يروح هذا الموظف يعني بعد سنين بهذا القطاع يروح يتبهدل ما يقدر يعمل فحوصات ما يقدر يعمل عمليات طالبوا بالدرجة هاي نقطة الخلاف لا لا مش قصة خلافة نحن هون مش قصة أنا بدي درجة أولى بدي يفوت على غرفة أقعد فيها لحالي لا مش هيدا الخلافة الخلافة أنه أنا وقت بدي يفوت على مستشفى بدي أعمل رسور لأنا أتبعي للقلب الفرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية فرق من السماء للأرض هاي دي نقطة نقطة تانية بتفوتي على المستشفى إذا كنتي درجة تانية بيقوليك أنا ما عندي تاخد للدرجة صارت معنا صارت مع موظفية بدي حولك لدرجة أولى يعني ما فيك تاخد حالة وتبني عليها ما توخزنا لا لا في حالات صارت مش حالة بس يعني هلأ كل الدرجة الثانية إنه ما بيستقبلون والدرجة الأولى بيستقبلون في محلات صارت عنا بس ما علي هيدا طلب تعجيزة بوضع البلد على شفير الإفلاس حتى قالكن الوزير إنه العقد سارة بالبروميار كلاس يعني درجة الأولى وتجاوب معكن بس استسنى بعض المستشفيات ومقبلتوا بلا نحن ماشيين فيها ومستسنى بعض المستشفيات بس هلأ عنا معلومات إنه اللي عم بتطالبوا بكل المستشفيات تكون مفتوحة بوجكن نحن بالاتفاق اللي صار مع الوزير ومع شركات التأمين وصلنا لاتفاق واللي صار إنه لحد هلأ ما حصلنا على نتيجة يعني رغم الاتفاق هلأ شو بدكم بس حتى نعرف شو بدكم درجة أولى وكل المستشفيات مفتوحة مفروض متل ما كنا سابقا نحن الوضع اليوم متل ما كنا سابقا منساوم على صحتنا بس معلاش درجة تانية يعني المواطنين عم بتموت عبواب المستشفيات إنه ليش موظفية القطاع الخلوي بندون هالمطالب يعني سوبر لا لا نحن مش عمنا منش عم ناخد سوبر إنه طالبوا بالدرجة الأولى أبدا هو بكل بساطة يندفع لشركات التأمين فراش دولار متل ما هني عم بيطلبوه بيمشي الحال بسيطة بسيطة جدا هلا بسيطة عندك بس مش بسيطة مش بسيطة عند يعني عند المعنيين اللي بدون لبولكم طلباتكم منا بسيطة أبدا لأنه في تراجع بالمدخيل كتير في عدد كبير من الموظفين إنكم ماركم بجزيرة معزولة عندك إنت يعني 6,000 وإنتو ألفين وفي 6,000 موظف بوزارة الاتصالات بس شو بيعملوا يعني للك شالي إنتو بتفوتوا درجة أولى وغيركم بيفوت درجة ثالثة ورابعة في بحدود الواحدة وعشرين بالمية من الموظفين فلوا وين فرق المصاري طبعا ما بيندفعوا بين بيمة محل فينا ناخد هاودي يعني اللي وفرناهم ما أناعتني بالدرجة الأولى ما أناعتني ما بعرف إذا رح تقنع المشاهدين ما أناعتني أبدا نحنا مش عم نميز حالنا عن أي مواطن بس نحنا عنا مستحقات هن اللي كانوا شو بنص اليوم العقد العمل الجماعي يعني كانت الوزارة متل ما قلنا تحول 800 مليون دولار على الخزينة يعني كانوا يدفعوا كانوا يطلعوا كمان 36 مليون مليون على الإعلانات يعني بوقت هلأ ما بعن بيدفعوا شي وحالتهم منا مرتاحة بوقت أنتوا عم بطالبوا بالدرجة الأولى يعني نزلت يعني بالعربي المشابرة نزلت اليوم المصاريف نزلت كتير كبير بشكل كتير كبير وانتوا على ديراية على الأقل لزم تكونوا فيعني هيدا مطلب بالموازنة اللي بدو أقدمها لمجلس الوزراء الوزير حاطت صفر تحويل للدولة مش هدفه كمان أنه يعطي أموال للدولة هدفه فقط يكفي مصاريف لموظفين وللموردين وللاستمرارية القطاع انتوا كأنكن يعني جايين تضربوا قطاع الاتصالات لا 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 أبدا يعني مبهن مين اللي وقف قطاع الاتصالات على أجريك بس اليوم مطاليبكم يعني وعبت يعني الخطابات الرناني اليوم بتنفي الكلام مهلة أخيرة ليصرف المستحقات تنتهي الجمعة عم تنتهي اليوم يعني شو عم بتقولولنا لأننا حسب وعودهم حسب ما اتفقنا نحن وعبتقوله لما بتقول مهلة أخيرة بتخلص اليوم أنتوا شو عم بتقولهم نحن عم نقلهم أنه نحن فتنا بالتفاوض ومداينا يدنا لا أبعد حدود وكنا كتير نحن يمكن القطاع الوحيد اللي عم نحكي عم نسيس عم ناخدوا نعتماعهم مش معقول يعني كل القطاعات شو بدك تعمل يعني ما بتاخدوا بتاعتماعهم لا لا كل القطاعات بالدولة أضربت وقفت عن الشغل كل القطاعات كل القطاعات بالدولة ما عنده ضمان تفوت عليه يعني الضمان وقف يعني حتى الضمان نفسه جيب صندوق تعادل من نحن وقفون للتأمين بس أنتو عم تطالبوا عم تطالبوا بالدرجة الأولى بجرع بذكرك وهي دي يعني علامة استفام حول مطاليكم لا لا في كتير قصص كانت تروح بمدفوعات من الشركات تتوقفت من هالمهرجانات ومن هالقصص كتير تب هاي دي مصرياتها وانا عم تروح اليوم يا مسر جاوبني على سؤال يعني عم تقولوا المهلة تنتهي اليوم ماذا بعد شو فيه بكرة وبعد بكرة نحن هلأ بعدنا مفاوض مبارح كنا عند وزير العمل ووزير العمل دخلوا وزير الاتصالات بقسة يعني أنه يكون وسيط بينه وبينه ونحن ما كنا عندنا علم ولا حتى وصلنا شي من قبل الوزير يعني على أي أساس بده يطلب هيدا المطلب ونحن من الأساس أنتو عاملين يعني كمان وزارة العمل تتدخل أنتو عاملين نحن ما عنا بالعكس نحن بارح كان الوزير بيره من بارح كان كتير متجاوب وعرف بالضبط هلأ المهم لموازنة يعني متجاوب ولا مو ده مش مهم لموازنة وإديش يعني تقدر وزارة الاتصالات تعطيكم يعني هيدا علامة استفان هلأ بكلام الوزير كلام صادر عن الوزير بيقول أنه المصاريف اللي هي تصرف لمعاشات الموظفين هي الجزء البسيط الجزء الصغير جدا نعم بالإضافة للمخصصات تبعون عجزوا أنه يدفعون وبمحلات تانية صار فينا ندفع عادة طيب اليوم عم نحكي يعني أول ما يقر ما قالكم هالكلام زيادة التعرفي رح يعطيكم قبل إقرار الزودي ما رح يعطيكم مش هاي؟ طيب ليه ما بتنتروا؟ هو هذا الكلام حيكي إيه؟ ليش مصرين قبل؟ يعني عطاكم وعد أنه لما بتقرق الزودي على الاتصالات منعطيكم قبل الزودي ما فينا نعطيكم وليش هلأ مين دفشكم؟ ما حدا دفشنا أكيد إيه؟ بس ليش؟ لا أنا بشتد على هادي الكلمة؟ ليش التوقيت اليوم؟ بالأذن بس علامة استفهام علامة استفهام هني على طوله بياخدوا هايدي النقطة للوصول إلى مقارب سياسية نحنا كنقابة نحنا من مختلف الألوان نحنا لا يحكمنا لا سياسي ولا أي شيء يعني ضرب لحتى لنوصل لنخرب أو لا ما بعرف شو هني هيدا اتهاماتهم لألنا نحنا نحنا الموظفين فيها كل الطوايف فيها كل المزاهم ليه طواف بس أجوبني على سؤال لألكون الوزيع أنا محمد الشيطان لأنه نحنا حاولنا نتواصل مع وزارة الاتصالات أنه تريسيت بعدين بيطلعوا و بيردوا بس عنا معلومات وأنا طبعا بدي أولى يعني اليوم لما بيقلكم الوزير أنه نحنا من بعد ما تزيد التعريفة ويكون مضمونة انتو وقتوا انتو وقتوا قال من 3 شهر وكان قال عطوني شهرين قال عطوني شهرين عطيناه 3 شهر وبعد لحد اليوم ما في شيء وكان فيه بمجلس الوزراء نهار الخميس مبارح كان فيه جلسة لإقرار هذا الموضوع شوي تأجل لبعد الانتخابات طيب تأجل 3 شهر ورجع اليوم تأجل لبعد الانتخابات وبكرة بعد الانتخابات أنا شو بيصير عندي يعني كأنك كمان في مواطنين أنا مش مصدق لصراحة لحد لا ما عندي شيء أنا شيء قانوني يقلي أنه تكرم عيونك وقتل تزيد التعرفة أنا بزيد لك معاشا هلأ بنرجع للانون بالعقد العمل الجماعي على الخط مباشرة كمان عضوا بنقابة موظفي ومستخدمي قطاع الخلوي رانيا عبود أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك اليوم بس جاوبيني ما جاوبني على سؤالي اليوم أنه ليش مصرين هلأ ليش ما بتنطروا لحتى تنزيد التعرفة كأنكم عم بتقولوا للوزارة الاتصالية تفضلي أو لمجلس الوزراء زيدوا التعرفة على المواطنين ما هو المواطنين كمان مغلوب على أمرهم بظل مطالباتكم يعني زيادة تعرفة على قطاع الاتصالات ما بتحس بيها هيك لا مش هيك لأنه نحنا صرنا سنة عم نطالب بمستحقات العقد العمل الجماعي مش شيء فيت عملنا نطرنا كتير تفوضنا معهم كتير ووصلنا لحيط مسدود إذا بديك موضوع منهم علق أبدا بزيادة التعرفة أو لا هيدولي استحقاقات لهم من سنة الـ 2019 منهم استحقاقات اليوم أو استحقاقات بكرة بدهم يجوا من وراء زيادة التعرفة أبدا بس لأنه استحقاقات من 2019 احترقتوا هلأ لا نحنا صرنا سنة ونصعة من طالب فيهم وسنة ونصعة من نعمل مفاوضات ولما وصلنا لعا ما فيه جواب مظبوط نحنا بعثنا انذرات لشركات عم نطالب بهدول المستحقات ولما نطرناهن لمباريح تحتالي ناخد منهم جواب وما فيه بعد جواب واضح قالكن ما قالكن قالكن بعد ما ترتفع الاتصالات أو تعرف الاتصالات وكون محفوظة مش هيك؟ قالكن الكلام هيدا الكلام سنة ونصعة من نسمع بس انتو ما نكون بجزيرة معزولة في موظفين الدولة نحنا شركة موظفين الدولة كمان عم يطالبوا بحقوقهم عم يتظهروا عم يخدوها عم يخدوها؟ ما ليش يعني نحنا منتابع نحنا منتابع اخدوا شهرين شهر يعني اخدوا شهرين والباقي موقفت حتى يعني هيدا الشهر ما عنده النقل شو حقوقهم اخدوها؟ نحنا ما طلبنا بمساعدات من الدولة نحنا من قطعكم لانه بتحول الاموال نحنا طلبنا بحقوقنا بس نحنا ولا مرة طلبنا انه يساعدونا الدولة بس اليوم عبيقلكون الوزير خليكي معي رانيا عم بقلكون الوزير نطروني بعد زيادة التعرفة ليه ما بتونطرو؟ نطرنا نطرنا قلنا سنة هلأ عم بقلكون الوزير ما صار له هلأ بالقصر من مبارح العصر لا بالقصر ما فيه من انتم مطالباتكن من السنوات الماضية صح من قبل يعني من الوزارة السابعة نحنا عملك نحنا مدينا يد العون من اول نهار كان الوزير وكان متجاوب جدا انتم حقوقكم نحنا منأكد عليها رانيا ارسل الوزير المشكل على الوساطة نحنا ما وصلنا اي شيء اوفيسيال بقلنا وساطة نحنا عرفنا معلومات برنامج نقطة على السطر ارسل المشكل بينكم وبينه على الوساطة يمكن هيك كمان بيصير ما بيحقلكون تأضربوا وبتصيروا هلأ انتم مع تصمين وبتصيروا مخالفين للقانون ما فيه الاعتصام ما انه خلاف للقانون الاعتصام هي وقفة بيعبروا فيها الموظفين عن موقفهم نحنا لو قفنا عن العمل ولا اضربنا ولا عملنا اي شيء بخالف من القانون نحنا عم نمشي مع القانون عم نطالب بتحقيق بنود العمل الجماعية اللي الشرك هني ماضين عليه اللي هني مفروض ينفزوه اللي هني عم بيخلوه من تنفيذه نحنا ما عم نعمل شيء ببرات القانون نهائيا نحنا عم نطالب بحقوق موظفين تلنا 2000 عائلة صرنا 1300 اليوم وبعده القطاع عم بيخسر موصفينه طالما حقوقهم ما عم تتحقق الموظف الكافو عم بيفل مش واحدكم مرجع منقول يعني تلات ربع القطاعات بلبنان هيك تاب اليوم عم تقولوا بتنتهي المهلة اليوم شو ماذا بعد لوين رايحين شو يعني انتهاء مهلة بالنسبة للكون نحنا هلأ جهاد تفضل حكي لا لا تفضل لا لا ما انتي معنا لا لا جهاد جهاد بديقول شي كانت فريقا تسطو تفضل جهاد نحنا متل ما لتلك نحنا في في عندنا قنوات كتير اللي هنحكي فيها يعني منهم مبارح وزير العمل قال انه نحنا جاهزين للتفاوض هلأ رح يكون ضيفنا رح يكون ضيفنا بسيال حلقة ليكون وسيط ونحنا ما نقدر شغله لوزير العمل وكان كتير كتير دقيق بانه انتو شو ما طالبكن ولوين بدنا نوصل وشو بتعطونا حلول يعني توصلنا لنقولوا أنه نحنا مستعدين اسألكم ياها وزير الاتصالات انه لي عم تركز علا وزير العمل ما قالكم ياها وزير الاتصالات لا لا بس لحظة أنا عم بيلك شو حكينا ما هو نقطة الوصل بينه وبين وزير الاتصالات اللي كان عم يحكي وزير العمل هلقدي وسطة الفيضان القصص بينكم وبين مبتحكم معه لا 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 ما في مشكلة أبدا أبدا بالعكس فإذا ليش عم تتفاوضوا مع الوزير هو اللي طرح مش نحنا نحنا مبارح كنا بزيارة عند وزير العمل ما كان عنا أدنى علم ولا وصلنا شي قانوني على النقابة ما منعرف شي عرفنا نحنا عند وزير العمل يعني هو اللي طلب الوساطة مش نحنا هلا بعد ما عرفنا شو بتكون تعملوا بكرة اليوم نهار جمعه نهار جمعه بكرة شو فيه ليه ما بتعلموا الرأي العام فيه ارتدادات على المواطنين وعلى الاتصالات ولا رح تبقوا مستمرين بهالقطاع نحنا أكيد بأحلك الظروف نحنا كنا واقفين مع القطاع اللي كان بأيام الحرب والكان بأيام انفجار بيروت كنا على طول السند الأساسي كموظفين وكنا نحط من جايبتنا مصاري للبنزين لحتى اللي نطلع نصليح لمحطات فما حدا يزيد علينا بهذا الموضوع أبدا على الإطلاق نحنا مش عم نضرب القطاع نحنا ماشيين إيد بإيد لحتى اللي نضلنا محافظين على هيدا القطاع أنا بدي أشكرا لراني عبود عضو بنقابة موظفي ومستخدمي قطاع الخلوي فإذا رح تضلوا مستمرين بالعمل أكيد لح نضلوا نحنا مستمرين بالعمل بس من بعد ما يصير عندنا معطيات جديدة أكيد بدنا نجتمع نحنا والنقاب وفيه خطوات تانية حسب شو بيصير معنا يعني أنا ما فيه إجري أعطيك أفلوش كله رائعي وقلونا نحنا بدنا نعرف المواطنين قطاع الاتصالات من أهم المواطنين إذا توقف قطاع الاتصالات يعني نحنا منا هالقد بلا ضمير نحنا لحتى اللي نجي نوقف تليفون إذا مدام بدي تفوت على المستشفى أو ولا دوقع ما فينا ما فينا نحنا لا أبدا نحنا على طول مع المواطن تاب اليوم يعني هلأ فينا نعتبر أنه أعطاء فرصة للمساعي اللي عم يجري العمل عليها مع وزير العمال يتدخل مع وزير الاتصالات بس لما بيكون فيه أموال ما فيه شو بتقدر تعمله نحنا منعرف كتير نحنا فيه أموال اللي وين عم يروحوا ما بارف اتسالي الوزير هيدا قطاع منتج وين المصاري مع عم نقلق بكل مصاري يعني عنا معلومات بتقول فيه تتالي بتتراجع القطاع ما أنيلك بالأرقام وتراجع القطاع يستفلوا مثل ما عم يندفع بمحلات إنه في علاق طي اللي عم يندفع لا أنا ما بقدر إحكي عن الوزير هو بيحكي هو بيعرف عكل حال نحنا منع نشكرك نحنا مع المطالب المحققة بس هالدرجة الأولى صراحة ما رعتنا فيها لأنه هلأ اللبنانية مش عم يقدروا يدفعوا استحقاتهم على أبوال المستشفى عم يقبلوا بالدرجة التالتة والرابعة لو في خمسة بيقعدوا فيها وانتم مصلين على الدرجة الأولى شو أن يعني شو ابن ستة وابن شاني لا 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 أبدا 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 نحنا من نحنا المواطني نحنا عاد الدرجة أولى بس يعني علامت صراحة نحنا من نحنا جايين من المريخ نحنا هايدي مستحقات لإلنا نحنا هايدي نحنا عم نعطي الدولة لحتالي ناخد ما في حدا بيشتغل كريتاس أبدا وأنا عم بلك حتى من بعد ما صار الاتفاق على التأمين لحد اليوم زيرو زيرو التأمين يعني ما في واحد بيفوت على المستشفى إلا ما عم يدفعوه فرق وخلي يقل لي وزير الاتصالات لا خلي يقل لي مع شركات التأمين شو عاملو وشو دفع لشركات التأمين وشو عم ناخد نحنا ونستفيد على كل حال هو رح يكون بيسنا الأسبوع المقبل نعم طب هلأ وضع الاتصالات ما نستفيد من وجودك معنا ليش كل شوي بتنقطع هلأ أكيد نحنا مارئين بوقت صعب ونحنا كنا بهيدا ليش مش مماشيين هالقطاع مثل الخالق نحنا مماشيين أكتر من كل شوي كل شوي بتنقطع الاتصال هلأ فينا نقول نحنا أنه في مشاكل كتير من قصة المزوط من قصة الدفع للوزارة للشركات لتكبير المحطات للأب جريد كل هالأصص هايدي هي ريليتد للنتورك بس إذا النتورك ما يعني في محلات عنا مشاكل مع العالم في عنا محلات مشاكل بالكهرباء شو هي المشاكل مع العالم مشاكل العالم هي قصة أجرات ومأجرات والتفاصيل هايدي كمان كمان يمكن بيحكي عنا الوزير أكتر عنده معلومات أكتر أنه مش عم بيدفعه اه اكيد ما ها؟ شفت أنا تراجع عند المصارين اكيد تراجع لا مش عم بيدفعه مين مش عم بيدفعه المزارة مش عم تدفعه للعالم مش أنه العالم مش عم تدفعه للمزارة لأنه مم بيدفعه هلا يمكن هيدا صار فرق الدولار وعن بيحكي عنا يعني قصة الدولار بالسوق هي اللي خربطت كل شي بنتيجة نحنا مش عم نحط اللوم على الوزير مباشرة ولا على أي شخص تاني بس كله بيلحق بعضه ونحنا عملك ما حدا يتهمنا أنه نحنا ليش هلا قويته يعني كان ينصرف 36 مليون يعني الرقم بعضو عنا طبعا على السبونسر يعني طيب وين بس يعني على المهرجانات مهرجانات والمساعدات يتفضلوا يقولوا لنا وين هاو دي المصريات اللي كانوا يدفعوهم وين اني أنا عملك في 21% اللي عم تتوجه للشركات طبعا يعني هلأ مصر لزمان وزارة الاتصالات هي الشركات والوزارة الوزير هو الواصح على هيدا القطاع أنا اللي بدي أقوله إنه ال21% من الموظفين اللي فلوا كمان في هيدا المخصصات كنت تندفع له يعني ما عشاته إلى آخره طيب هيدا الفرق وينو ما بيقدر يرضي الموظفين هلأ نحن على طول كنقابة كنا على طول نروي الموظف طولوا باكم والموظف والله العظيم في ناس باعت عفش بايتها لتجيب حليب لأولادها نحن بنتكافأ بهيدا الوقت وصل عيد الفصح بأول بارت وبالتاني بارت وجاي يعيد العمال وجاي يعيد شهر رمضان لحد اليوم ما تحرك ساكن لا من الإدارات ولا من الوزارة إنه تنعطى المعاشات قبل بيومان من آخر الشهر هيك بيتكافأ الموظف اللي قلوه عشرين وخمسة وعشرين سنة باني القطاع على ظهره طيب يا خيه استعملوا هيدا الموضوع لحتى اللي تروقوا الموظف لو أنك مثلا ممرقلك شي دفع بسيطة من المستحقات القديمة لها الموظف ما كنا نصل لمشكل نحن مش عم نقل له هلأ متل ما قال له خلقك بدك تعطينا حقوقنا لا أبدا نحن بنحترمه ومنجله أكيد وفيه تفاوض لازم يكون التفاوض يوصل بس قالكن أنه في خمسة وعشرين بالمية زودة هلأ بالموازن وين طيب تم وين ليش تأجل تجلسي لبعض الانتخابات بييده للبسيط بييده أو مش بييده هو كل الطاقة السياسي عنده حساباته وإنتوا عندكم حساباته مثل ما هني عندهم حساباته نحن عندنا حساباتنا كمان لهالسبب أنا بدي أقولك بس طمن المواطنين بين حساباتكم وحسابات السياسيين طمن المواطنين هل نحن متجهين اليوم على انقطاع بالاتخالات رح يضلوا ماشيين هالنرفق رح يضل فيه نحن ما منوصل لوقت أنه نوقف القطاع هذا نحن مش بيصالحنا أبدا لها السبب هني عم يتهمونا أنه في طرف سياسي وراكم عم يتفشكم لا أبدا نحن مش طرف سياسي لأنه التوقيت بيرسم علينا التستخدام نحن كل الأطراف السياسية ممثلة بالموظفين وكل الموظفين اللي تاب على أحزاب سياسية هي اللي عم تطالب بحقوقها نحن كلنا إيد وحدة ما حدا يحاول يفوت فينا بالسياسي أبدا نحن ما منحكي سياسي أبدا نحن عم نحكي حقوق على كل حال نحن بدنا نشكرك نحن مع الحقوق بس الحقوق الموضوعية موضوعية جدا وإذا بتكوني محلنا صدقيني الموضوعية أنه بما لا تخسر الوزارة الأموال أكيد أكيد نحن بهذا الموضوع تكونوا مش عيشين بك أرامي نحن أكيد أم قلك وسدقيني لو أنك محلنا كنت تصرفتي أكتر بكتير من هيك كنت تطرت زيادة التعرفي نحن لا لا أبدا أبدا وقت البدو يقل لي انتور زيادة التعرفي بيقضفني شهر بيرجع اثنين كنت قبل في الدرجة الثانية مش بيرجع اثنين لا أبدا طيب حالا لك حالا بعدين في شغلة كتير أساسية والعالم كله عم تحكي فيها أنه نحن تهددنا بمحل ما أو مبعثة رسالة مبطنة كل شخص بينزل لحتى لي يحتج على المطالبة بحقوقه يا منفلله على بيته يا أما منهدده الأعلام كله عم بيحكي فيها وصلتنا برسالة مبطنة هذا مش مقبول أبدا هل يمكن فيه حد عم بيدقس فيه بينكم وبين الوزير أو الوزير إذا فيه حد عم بيدقس فيه بينه وبين الوزير يتفضل الوزير يطلع يقولنا أنه هذا الكلام مستادر عنه رح يطلع بحلقة نحن جاهزين لحتى نجاوب على كل الأجهل اللي حكيت وبرجع بلك نحن ما في خلاف شخصي أبدا نحن منحترمه من جلو للوزير هو وصي على القطاع مثل ما مبارح كمان كان نقاش بناء جدا مع وزير العمل مصطفى بيرام وكان قالنا شو المطالب يعني بناء بسقلنا شو يعني الترجمة نقاش بناء شو هو نقاش البناء طلب بخلاف ما حكي الوزير مبارح يعني أنا ما بد بيفوت بمحل تاني بس الوزير مبارح حكي على الإعلام قال أنه نحن في عنا قصص كتير واللي حكيها أكيد مش متفقين عليها نحن وياه أكيد يعني تفضل شو ضعت لا لا ما ضعت بس بس أمشوف النقاط مبارح المطالب اللي قال أنه نحن طالبينا أبدا مش محقة نحن كل اللي طلبناه وبشهادة وزير العمل نحن عندنا مستحقات بونس لـ 2020 وعننا زودات الـ 2020 والـ 2019 طابке يدفقي 18 لا 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 لحظة 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 يعني الحظة don give it to you بعد فيه كمان بالعشرين والوحدة وعشرين وهلأ فيتين وليما طلبتوا فيها قبل طلبنا فيها طلبنا فيها ليش هلأ يعني ما فيها الموال نحنا طلبنا فيها وقال طولوا بالكم لزيادة التعرفين مع وزيرتي صلاة جوني القرم ومع اللي قبله ومع اللي قبله كمان اللي قبله وزير طلال حوات يعني ظل يماطل لمحل معين وبالاخر فل وما حصلنا على نتيجة نحنا بيقولوله للواحد ليش بتنفخ على اللبن لأنه لأنه الحليب كويني نحنا جربنا مرة واثنين وثلاثة واربعة وعلى طول نبنى نرجع بعد فترة في انتخابات فل الوزير أنا برجع بعمل نفس السيناريو مع الوزير الجديد صار فيه دخول بحكومة تصريف أعمال هل يطرى فينا نكفي بس عم بقلكم ما فيه بها الشكل طيب إذا ما فيه شو بيعمل الموظف هلأ نحنا منوصل لعشرة شهر الموظف ما فيه معه بنزيل حتى يدفعوا يجي على شغله الأم ما بتروف ابنه إذا ما بكي ما بتعرف إنه بده إياكم نحنا بس عم نوصل للصوت نحنا عم نقللهم من هالنسيجة اللي بالمجتمع رحمونا ننكفي بتكفوا بس رح تكونوا متمسكين باللجوء إلى كل الوسائل القانونية للحصول على حقوقهم المكتسبة الوسائل القانونية لأنه نحنا ما بنشتغل غير القانون ونقطع السطر ونقطع السطر شكرا لإلك ضيفنا اليوم عضو بنقابة موظفي ومستخدمي قطاع الخلوي وأمين الصندوق جهاد الشعيب شكرا لإلك على أمل كل كل الأجوبة على أسئلتهم بحلقة خاصة مع وزير الاتصالات إن شاء الله الأسبوع المقبل أصدقاء المستمعين والمشاهدين لأونا بعد الفاصل